تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية نظمت وزارة الداخلية الملتقى السادس لطلبة وطالباء وطالبات المناطق الحضارية بالعاصمة الإدارية وذلك للتعرف على منشآتها ومرافقها التي تجسد إرادة المصريين في بناء الجمهورية الجديدة لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب تنطلق المبادرة الجي الجديد برعاية رئيس الجمهورية إلى آفاق جديدة من النجاحات في مواصلة ترسيخ الانتماء الوطني لدى شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة أجيل طلاف مصري جديدة بدحكة جميلة ترق الأل محطة عدل منصور التبادلية العملاقة هي نقطة البداية للملتقى السادس للمبادرة التي تنظمها وزارة الداخلية حيث استقل الشباب القطار الكهربائي الخفيف والذي يعد أحد عناصر منظومة النقل النظيف في مصر باتجاه محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة كانت هي مقصد الملتقى السادس لمبادرة الجديد ليرى الشباب حجم الإعجاز والإنجاز في هذا المكان الذي تحول في أقل من سبع سنوات من رمال إلى مدينة ذكية تتباهى بمنشآتها وطرازها المعماري وأحيائها المتنوعة بدأ الشباب جولتهم بالعاصمة الإدارية بزيارة مسجد الفتاح العليم ويعد أولى الإنشاءات البنائية في العاصمة الإدارية صدر الأمر بإنشاء مسجد الفتاح العليم يوم 6 يناير سنة 2017 وتم افتتاح المسجد يوم 6 يناير سنة 2019 خدنا كام؟ سنتين وده معناه إن كان كل الطاقات الممكنة وكل الخدرات الممكنة اشتغلت وتكتفت وتعاونت عشان تبرز لي هذا المظهر والمنجز الحضار تضمنت الجولة زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح والتي كان افتتاحها في ذات توقيت افتتاح مسجد الفتاح العليم الدولة حريصة على إن هي بتثبت فكرة الوحدة الوطنية إننا كلنا شعب واحد دي فكرة مهمة جدا إن الدولة نفسها تكون أول مشروع لها في مكان كان صحرة تماماً إن هي تبني جامع وتنيسة تعلمنا في المبادرة يعني التسامر وإننا كلنا واحد وبنعيش في وطن واحد وتعلمنا في المحاضرات يعني إيه الوسطية ويعني إيه حريت الاتقال أنا فرحان إن أنا جيت وزورت القدرائية وزورت مسجد الفتاح العليم وعرفونا في المبادرة إن الاتنين تبنيوا في وقت واحد وده يأكد إن إحنا هنا في مصر نسيج واحد وتوجه الشباب إلى مركز مصر الثقافي الإسلامي حيث شاهدوا مسجد مصر والمصمم على الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بروح الحداثة والعصر ويعد سالس المساجد مساحة بعد الحرمين الشريفين كما يضم المركز داراً للقرآن الكريم نقش فيه القرآن كاملاً في سلاثين إيواناً بسواعد وأياد مصرية وبضقة كبيرة رواعة من رواعات العاصمة الإدارية إن إحنا نشوف المصحف الشريف ما نحط على الجدران وإن إحنا شوفنا مصحف سيدنا عصماني بن عفان أول مصحف يعني ودي كان حاجة عمري ما أعطاه أنه كان حلم بالنسبة لأنه نجل عاصمة الجولة التي استمرت على مدار خمسة أيام بالعاصمة الإدارية شاملت مدينة الفنون والثقافة والتي أنشئت لتكون منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي في مصر بمكوناتها الفريدة أهمها قاعة الأبرى متحف عواصم مصر ومكتبة العاصمة الإدارية أجيل طلع في مصر جديدة بتقول دايماً تحيا مصر مجموعة من الصروح العظيمة جداً من أجل مستقبل مصر ومستقبلكم منكم شخصياً عشان تتعرفوا على فنون بلدكم اللي مش بس بننهالكم بننقالها عن طريقكم للعالم كنا مجلس النواب أيقونة معمارية فاريدة في العاصمة الإدارية توجه إليه شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة لمعرفة كيف يمارس نواب الشعب دورهم الرقابي والتشريعي واستمعوا إلى آليات عمله ومراحل بنائه وقد حصل المجلس على أفضل مشروع إنشائي عربي عام 2021 نرحب بشباب المبادرة في مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة ومهم جداً أنهم يجوا وتعرفوا على المجهود اللي بيتعمل في العاصمة الإدارية والحقي الحكومي عرفنا النهاردة أن مجلس النواب ليه سلطة تشريعية وسلطة ربابية ودي معلومات كويسة هنعرفناها النهاردة أجيال طلع في مصر جديدة بدحكة جميلة ترك الأل وعلى بعد أمطار قليلة من مجلس النواب كان المقر الجديد لمجلس الشيوخ حيث تعرف الشباب جي الجديد على آليات عمله في مراجعة القوانين المختلفة وشاهدوا قاعة المجلس الرئيسية مأخورة جداً أننا مشاركة في المبادرة دي لأنها بتعلمنا حاجات كتير وكل مرة باستنى المبادرة هتفجئنا بإيه وهتعمل إيه حاجات جديدة اتعلمت في مدر كلنا واحد جيل جديد أن السلطة التشريعية بتكون من مجلسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ مجلس النواب هو اللي بيشرع القوانين ومجلس الشيوخ هو اللي بيراجح ولما روح أقول آلي لازم ينزلوا في الانتخابات علشان نختار أعداء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وحرصت مبادرة جيل جديد على استحاب الشباب إلى مقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي وأتيحت لهم الفرصة لزيارة القاعة المخصصة لعقد جلسات مجلس الوزراء من خلال زيارة البراعم وزي ما شفنا النهاردة ومروا على مجلس الوزراء وشافوا الحي الحكومي كله في انتقال الحكومة من القاهرة العاصمة الإدارية جديدة شافوا زي فيه تخطيط جديد بيحصل سواء على مستوى المباني وسواء أيضا على مستوى التحول الرقمي والربط ما بين الوزراء المختلفة احنا تعلمنا في المبادرة حاجات كتير منع مجلس الوزراء بيمثل سلطة التنفوذية في مصر من مجلس الوزراء بيكتمح لك كل أسبوع علشان خطط لهم مستوى المباني لما تشوف أفضل حال فيك يحموا يبنوا اليوم التين وليك يا مصر يردون دين لك لبلدنا بالأعمال ومع استمرار الأعمال الإنشائية في البرج الأيقونية كانت فرصة للشباب لزيارة هذا المعلم المتميز والذي يقع بحي المال والأعمال ويعد أكبر الأبراج في أفريقيا مجسدا إرادة المصريين في البناء والتنمية أنا بسوط أعود أننا جيت لعاصمة الأدالية هنا في برج الأيقوني ما كنتش متخللاتنا أنه هو يكون بالشكل ده وبالدخامة ده بشكر الرئيس عبدالفتاح السيستين بيخلينا نشوف الإنجازات والتريق بلده وتحت أطول ساري عالم في العالم التقط شباب جي الجديد صورا تذكارية حيث يعد هذا الساري جزء من ساحة الشعب والتي تعتبر من أبرز المعالم الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتضم النصب التذكاري الذي صمم بطابع فرعوني ومدون عليه أسماء شهداء مصر مبسوطة جدا برضو أنه إحنا بصينا على ساحة الشعب وعرفنا حاجات فهو أكتر وبجد مناظر طحفة بجد والله العظيم مناظر طحفة أنا مبسوطة لواء إحنا بجد بردنا حاجات زي كده مبسوطة أن سيادة الرئيس فكر أنه يعمل مبادرة زي كده مبادرة غيرت في شخصيتنا كثير جدا خليتنا طموحين وبنبص الأحسن حاجة دايما كما قام الشباب بجولة بالنهر الأخضر وهو سلسلة من الحدائق الخضراء والبحيرات الصناعية وأقيم كمتنفس طبيعي للعاصمة الإدارية تحية كل إيد مصرية أنها قدرت تحول الصحرة دي للجمال ده كله والحاجات الخضرة دي شكلها منظرها تخليه بالجميلة وعلى هامش الملتقة السادس لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة تم تنظيم ندوات ثقافية لهم بالحي الحكومي حول العاصمة الإدارية وأهميتها ومراحل إنشائها أنا اسمي صابرة أحمد من حي معا وكنت عايزة أعرف إزاي منشآت دي كلها اللي في العاصمة الإدارية الجديدة اتبنت إزاي في السبع سنين الإرادة، المعافرة، صح أو ما الصح؟ ده الوقت قصير، مش هننام بدل ما وردية واحدة تشتغل سبع ساعات، إتناشر ساعة تشتغل تلت ورديات في اليوم العمل شغال أربعة وعشرين ساعة نحن بنشتغل في المبادرة، بنشتغل على بناء الفكر كيف يمكن صياغة فكر مبدع فكر المستقبل، القدرة على استشراف المستقبل هو ده اللي بيبني الأمم فخورة جداً إن أنا في المبادرة الجيل الجديد كلنا واحد وحب أشكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر وخلال لقائه بشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة أعلن رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية عن مكافأة للطلب المتفوقين نحن نخصص لكم عشر منح دراسية إن شاء الله السنة الجاية للمتفوقين في السنوات العامة إنهم يجوا ونضموا لوسلة العاصمة ويتقدموا للجماعات هنا ونحن نتكفلون بكل سنوات الدراسة بكل المصاريف، بكل ما يحتاجونها ومن كل حاجة أهم الرسالة طبعاً نحن نريم جودة حياة المستقبل جودة الحياة هي ده الفرق يعني هو ده نحن نريم أنه هارده الشكل الجديد للجمهورية جيدة نريم مصر، هتبقى عملنا إزاي في المستقبل إنه هو ده مستقبلهم نحن نجاهز لي مؤمنا اختتم الملتقى فعالياته بحفلة طرفهية سادها أجواء من البهجة والفرحة كما أقيمت مسابقات رياضية بالصالة المغطى بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية شهدت تنافساً بين شباب المناطق الحضارية وإبراز مهاراتهم الرياضية بحضور عدد من الرياضيين استمتع خلالها الشباب بالأجواء التنافسية المتميزة هنشوفوا الضربة الحرة اتلعبت ودي تزديدة ودور جول جول اللي عجبني في المبادرة دي إنها بتهتم بالإنسان وبتهتم بالشباب وبتهتم بأبناء المدن الحضارية شوفنا شباب كويس جداً مبشر جداً بنخيل يعني حسيت إن إن ناس تحط عليها سبط ما كانش موجودة في الصورة وده الشيء المهم جداً بتاخد بالك من أولاد صغيرين من أنت بتدعم أولاد صغيرين من أنت بتقف جميعهم وتعلمهم وتزعبهم رياضة دي حاجة محترمة جداً شوفت لعبة مميزة جداً ناردة في اللقاء ده بيعني إن شاء الله بإذن الله عندهم مستعبة كويس جداً فترة اللي جاء إن شاء الله نجد النجم واثنين وثلاثة يمثلوا مصر في المنتخبات الوطنية ويحترفوا في الدول الأوروبية بقى نمزج مشرفة زي محمد صلاح وترزجين إحنا مبسطين قوي باليوم الرئياضي اللي عنا قولنا الناردة كان أسعد يوم يعني تحيينا بعض ولعبنا مع بعض كان يوم جميل وكله حماسي قابلنا لعبي كولا كنا نستينا نشوفهم كنا نشوفهم في التلفزيون بس نستورنا معهم ولعبوا معنا وكان يوم يعني كلنا فرحان يوم روحين مفتي شكراً لرئيس عبد الفتاة وخلال الاحتفالية تم توزيح قائب مدرسية على شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد مصر لما تقولها عدي يبقى مش ممكن تهدي مصر حنفة مش هترجع إلا لما الفجر يطلع والنهار للدنيا علمة مصر مش ممكن هترجع لرب العالمين والجوامع والكنيس مفتوحين اسألوا التاريخ وشوفوا غير الجند مين مصر صح يا كل حين صدرت تعلم حضارة عبر آلاف سنين عشت يا أمي الدنيا دايماً أزهاري فوق الليبين ساهمت مبادرة الجيل الجديد في الارتقاء بثقافة وأفكار شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية رسخت فيهم المفاهيم الفكرية والثقافية وعرفتهم بالإنجازات المختلفة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومنشآتها وإنجازاتها التي تعتبر انطلاقاً للجمهورية الجديدة عبداللبركات التلفزيون